قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي إنه في الساعات أو الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة والاتحاد بشأن الزيادة في أجور القطاع العام والحد الأدنى وأكد الطبوبي أن اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل انتهى بتفويض المكتب التنفيذي لإنهاء باقي التفاصيل المتعلقة بالاتفاق مع الحكومة في خطوة من شأنها تمأنة الأجراء والموظفين خاصة في القطاع العمومي أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نوردين الطبوبي عن وصول طرفي التفاوض النقبي والحكومي إلى اتفاق آخيرا اتفاق تؤكد قيادات الاتحاد أنه في طور اللمسات الأخيرة تقدمنا أشوات في المفاوضات ولكن بعض اللمسات تعرف في اللحظات الأخيرة والهي اللي دارية علاش لأنه تفطنك لبعض الجزئيات لبعض الحاجات لأنه بلغتنا العمية يجبك تعرف كيف تربو تعرف كيف تحط سياغاتك في حاجات وإن شاء الله فهمني في القريب العاجر أو في الساعات القادمة أنا متأكد معناها بالإرادة التحدو والطرفين سواء كان الطرف النقابي أو الحكومي بشأن نتوصل إلى اتفاق في الساعات القادمة لننهي بهذه المسألة ويرى مراقبون أن الاتفاق بين الاتحاد والحكومة من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة لشارع تونسي الذي يعيش أزمة تضخم وارتفاع أسعار عديد المواد الأساسية كالمحروقات والمواد الغدائية إحراز أي عملية تقدم في المفاوضات جارية بين الطرفين سيسهل المأمورية باتجاه فتح ملفات اجتماعية واقتصادية وتنموية وتشغيلية أخرى بسرعة أكثر وبدقة أكثر وتنتظر فئة الموظفين العموميين الزيادة في أجورهم على غرار موظفية القطاع الخاص الذين تحصلوا بموجب اتفاق ثلاثي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة على الزيادة السنوية المتفق عليها ويعد استمرار المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة نقطة تعاول عليها أطراف عدة في البلاد لضمان حد أدنى من الاستقرار السياسي والاجتماعي قبل أقل من ثلاثة أشهر إلى الانتخابات التشريعية القادمة سيف الدين العامري سكاينيوز عربية مدينة الحمامات تونس للمزيد نرحب بضيفينا من تونس رئيس تحيير صحيفة لانوار نجم الدين العكاري والصحفي في جريدة الشعب طارق السعيدي مرحبا بكم أبدأ معك أستاذ طارق بداية طالما أن الأمر يتعلق بالاتحاد العام التونسي للشغل وهذا الاتفاق مع الحكومة في مسألة زيادة أجور القطاع العام ما هي نسبة هذه الزيادة متى سيتم صرفها إلى أين يبدو الاتجاه العام في هذا الاتفاق مساء الخير تحية لك ولضيفك ولكافة مشاهدين سكاينيوز في الحقيقة لا يمكن الحديث عن نسبة محددة بالذات ولكن هناك اتفاق عام أقول أو مقترح عام وقعت سياغته بشكل ربما شبه تفصيلي عند لقاء رفيق لمن العام نوردين طبوبي بالسيدة نجلة بودن رئيس الحكومة وكان هذا اللقاء النهائي ربما تتويجا لمصار تفاوذي جهد كبير بدله الوفد التفاوذي من الاتحاد النقابي طبعا من الاتحاد العام تونسي الجغل من أجل ربما تقريب وجهات النظر والوصول إلى مقترحات قادرة أنها تلبي أو ربما تعدل قليلا من المقدرة الشرائية التي اهترأت أذكر أن المفاوذات لم تشمل الزيادة في الأجور فقط بل شاملت أيضا تفعيل اتفاق 6 فيبري وأيضا إلغاء منشور عدد 20 وهذا قد وقع إلغاءه بشكل نهائي وأيضا عدة مسألة المساهمة الاجتماعية في صناديق بنسبة 1% اليوم تفاعلت الهيئة الإدارية الوطنية إيجابيا مع الحصيلة النهائية للمفاوذات ما زال المكتب التنفيذي والأخرامي العام نوردين طبوبي أمام مزيد ربما من النقاشات التفصيلية النهائية وبعض تدقيق المسأل ربما في ساعات القادمة أو على الأقصى تقدير أيامات القادمة سيقع التواصل إلى اتفاق أنا متفائل وقد كنت أعربت عن هذا التفائل معك صديق العزيز خلال قناتكم منذ عشرة أيام أو أسبوعين قلت لك أن الأمور تسير في اتجاه ربما لقاء أو ربما اتفاق يراعي وضع البلاد الاقتصاد يراعي وضع البلاد وضع معقد كما أيضا يمكن العمر هذه نقطة مفهومة ويدعم المقدرة الشرائية التي تآكلت صحيح أستاذ نجم من تنازل للآخر حتى وصلنا إلى هذا الاتفاق برعيك أعتقد أن الطرفين تنازل وأعرب عن نيتهما في الخروج بحل في هذه المسألة الحكومة لا ترفض مطلقا الزيادة في الأجور لكن يتعرف أن خزائنها فارغة في هذه الفترة وأن النمو في الإنتاج لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أجور رغم التراجع الكبير في المقدرة الشرائية والاتجاه الصاروخي لارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة وندرة عديد البضاع وعدم قدرة المؤسسات المالية التونسية والأجهزة التابعة للحكومة في استيراد عديد المواد الغذائية والمحلوقات في الفترة الأخيرة ومؤكد وجود أزمة سيولة في البلاد الطرفان الحكومي والنقابي اخترب من الاتفاق حول هذه المسألة باعتبار أن المنظمة الشغيلة كمنظمة وطنية تراعي البلاد مثل مراعاتها لمنخلطها من الشغالين حاولت أن ترضى بزيادة قد لا تبدأ بسنة 21 وترحيلها لسنة القادمة سنة 23 وبنسبة أقل يبدو أن هذه النسبة كانت مطلوبة بـ 6.5 مثل ما تم في أغلب قطاعات القطاع الخاص 6.5% للرواتب مع رفض أو إلغاء المنحة التي يدفعها الموظفون وكافة الأجراء بصفة عامة في القطاعين العام والخاص للسنديق الاجتماعية التي تعاني منذ فترة طويلة من إخلالات كبيرة في موازنتها هذا التقارب في وجهات النظر كان معروفاً أو كان منتظراً باعتبار أن الاتحاد الشغل ليس من مصلحته أن يعني عن إضراب عام رغم أن الإضراب العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام تم إقراره منذ فترة طويلة لكن لم يتم تحديد موقفه الاتحاد يعرف أن الوضع المالي للدولة والوضع الاقتصادي بصفة عامة لا يتحمل زيادة جديدة في الأجور لكن أيضاً هناك الاجتماع المرتقب مع صندوق النقد الدولي للموافقة النهائية على الحصول على القرض الكبير الذي تطلبه الحكومة التونسية والمقدر بأربع مليار هذا معروف سيد نجم الدين ولكن حسب ما يتسرب للصحافة هل نسبة 6.5 هي النسبة التي تم الاتفاق عليها أما دون ذلك شخصياً ليست لدي المعلومة كاملة لكن أعتقد أنها ستكون أقل بذلك بقليل خلال هذه الفترة رغم أن هذه النسبة هي التي تم منحها لأغلب الأجراء في القطاع الخاص بمختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات التي تعاني أو عانت من صعوبات اقتصادية خلال الفترة الماضية التي تلت جائحة الكوفيد وثم أيضاً حتى بعد الحرب الروسية الأوكرانية في الفترة الأخيرة الأغلب من القطاعات تحصلت على هذه النسبة وهي نسبة قد تتم أيضاً إقرارها بالنسبة للأجور الدنيا في تونس قد يكون النقابيون على علم بهذه الزيادة لكنهم على الأرجح طالبوا بهذه النسبة لكن يبدو أن الحكومة غير قادرة على هذا باعتبار أن الحجم العام للأجور سيكون مرتفعاً جداً وهو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لمنح القرض لتونس وهي في حدود 12% من ناتج الداخلي وهي تبدو هذه النسبة تجاوزت ذلك بعلاقل بثلاثة أو أربع نقاط في حدود 15% أو 16% ولا يمكن الزيادة فيها بنسبة كبيرة والحكومة تريد أن تتم الزيادات في السناء القادمة تكون بنسبة أرفع خاصة هناك أمل بتطوير أو باستعادة نسق النمو الاقتصادي وبعودة عديد القطاعات إلى الاشتغال بنسق الأكبر مثل الفصفات والمحروقات بصفة عامة من النفط ومن الغاز وأيضاً بعض القطاعات الأخرى مثل السياحة والصادرات الفلاحية وحتى الصناعية دعني أشرك سيد طارق سعيدي فيما يتعلق بنسبة الزيادة هذه هل تنازل الاتحاد العام التونسي للشغل للحكومة في سبيل أن يتم صرف هذه النسبة بداية من العام المقبل وعلى مدر ثلاث سنوات عام 2023 و2024 و2025 هل هو هذا الاتفاق بهذا الشكل برأيك؟ في الحقيقة لابد من تدقيق بسيط هو نحن في تونس لدينا مصطلح نسميه عنوان المفاوضات الاجتماعية المفاوضات الاجتماعية اليوم تشمل 2022، 2023 و2024 إلى حدود 2025 وبالتالي فأن الفترة المعنية بالزيادة هي من هذه اللحظة إلى 2025 هذا العنوان العام وهنا تقع نقاش النسب وما إلى ذلك أود أن أقول أن العمال دخلوا إلى المفاوضات بتنازل كبير يضم التنازل عن زيادة في الأجور لسنتين 2020 و2021 على اعتبار أن الاتحاد العام تنسي للشغل والقطاع الخاص والقطاع العام عموما لم يطالب بالزيادة نظرا لجائحة الكورونا وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية فالاتحاد العام تنسي للشغل والعمال والأجراء من ورائه دخلوا بتنازل كبير كان على الحكومة والملاحظين والمتابعين أن يعاينوا هذا التنازل المبدئي على اعتبار أن الاتحاد كان يمكن أن يقول أو النقابيين أو الأجراء كان يمكن أن يطالبوا بهتين السنتين ولكن وقع تجاوزهما في حد ذاته تنازل أولي بعد ذلك بطبيعة الحال عندما يتم النقاش والتفاوض هناك مقترحات من هذا الجانب ومقترحات من الآخر والتفاوض هو وصول إلى حل وسط وفي اعتقادي الجميع تفاوضها ولا يقدموا تنازلات بل الجميع فكر في مصلحة الوطن في المصلحة المشتركة في مصلحة توازنات كبرى الاقتصاد التي لا يجب إخلالها وأيضا مصلحة الأجراء والفقراء والعائلات التونسية التي يجب أن نرم من مقدرتها الشرائية وندعمها في هذه اللحظة خاصة وأن التضخم تجاوز نسبة 8% سيد نجم كيف ستغطي الحكومة نسبة الترفيع في الأجور هذه وكيف ستقنع صندوق النقد الدولي بهذه الزيادات خصوصا أن هذه الهيئة الدولية وضعت شروطا على خفض فتورة الأجور نعم هناك نية لدى الحكومة أو أمل لدى الحكومة في استعادة القطاعات الاقتصادية لنسق نموها المعتاد وبالنسبة للنمو العام لتجاوز نسبة 3.7% إلى إمكانية 4% ولو أن هذه النسبة صعبة التحقيق خلال السنة الحالية وهو ما أكده البنك العالمي في الفترة الأخيرة لكن هناك نية في الحصول على القرض الكبير الذي تريد الحكومة الحصول عليه بعد أسابيع قليلة من صندوق النقد الدولي لمعالجة كل الإخلالات الاقتصادية وخاصة بالنسبة للمالية العمومية رغم أن قائم الدين العمومي ارتفع كثيرا في الفترة الأخيرة لكن هذا هو حل كان الأغلب المراقبين يرون أن كان من الأفضل التعويل على القدرات الذاتية للاقتصاد التونسي والمحاولات الوجود حلول تونسية من الداخل قبل الحصول على هذا القرض لكن يبدو أن الحكومة وضعت كل بيضاتها في سلة واحدة وتجهت إلى صندوق النقد الدولي رغم أن الأعضاء من الحكومة يقولون أننا لم ننسى المشكلة التونسية أو الحل التونسي ونعمل على إصلاح كل الإخلالات الاقتصادية الموجودة ذاتيا وهو ما تتم فعلا في الأشهر الأخيرة حيث سجلنا نموا في القطاع السياحي وبعض النمو في صادرات تونسية إضافة إلى الزيادة في مدخيل التونسيين العاملين بالخارج وهي النسبة تحسن من الوضع الاقتصادي وهناك مشاريع معطلة تريد الحكومة أن تطلقها في الفترة القادمة بما يساهم في تحسين عدة مؤشرات وخاصة التشغيل أيضا الحكومة إذا تحصلت على هذا القرض وهو الأكثر ستتحصل عليه خلال الفترة القادمة لكن صرفه سيتم على السنة الجديدة على ما يبدو هناك تسريبات تقول أن إدارة صندوق النقد الدولي لم تعد تشتري توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل على هذا القرض وقد تريد تعهد رئيس الجمهورية بنفسه بتوجيه الأموال التي ستحصل عليها في التنمية وتحسين المقدرات الاقتصادية للاقتصاد التونسي وحتى لا يذهب هذا القرض مثلما ذهبت عديد القروض الأخرى للاستهلاك ودفع وجور الموظفين أستاذ طارق السعيد في عجالة حتى نختم هذا النقاش هل فكرة الإضراب انتهت مع هذا الاتفاق برأيك؟ بطبيعة الحال فكرة الإضراب الآن أصبحت ربما من الماضي أولا ثانيا الاتحاد العام التونسي للشغل ليس سعيدا بأن يشترط كشرط الاتفاق معه من أجل حصول الدولة على القرض بل هو وضع في فخ ويعتبره فخ من صندوق النق الدولي وليس سعيدا بهذا الوضع ولا يدافع على أن يكون طرفا معطلا لأي اتفاق مع أي دولة ومع ذلك فأن التسريبات التي تفضل بها زميل غالطة تسريبات أخر ليست تسريبات معلومات مؤكدة تنفي التسريبات التي كان يتحدث عنها وعدم اشتراط صندوق النق الدولي ومهل لهذا مع العلم أن الاتحاد أكد في أكثر من مناسبة أنه غير ماني بهذه المعادلة ولا يريد الدخول كعاقبة أمام الحكومة للحصول على أي قرض من أي جهة أود ملاحظة أخيرة ربما وهو أن انتظار عودة المؤشرات الاقتصادية الحالية إلى طبيعتها لن يمثل حل الاقتصاد التونسي على الاعتبار أن ما نحلم به الآن هو وضع صرنا عليه وبالتالي هذا الأمر يمثل مفارقة غريبة بل لابد من الإبداع لابد من ابتكار أفكار جالدة اليوم مطروح على السلطة كما هي الآن والتي تمسك تقريبا بكل الخيوط والتي تمسك بكل مفاتيح إدارة البلاد أن تتوجه إلى منوال بديل منوال يقطع مع سطوة عصابات الريع على هذا الاقتصاد واضح الصورة واضحة أسمح لي لأن الوقت انتهى ويدو أنك لا تستمع إليه أنا أشكرك جزيل أشكرك في جريدة الشعب شكرا جزيلا لك وأشكر أيضا نجم الدين العكالي رئيس تحيير صحيفة الأنوار كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك